أن السياسة تطلق على إدارة الشأن بما يصلحه بما يناسبه السياسة هي فن الممكن السياسة هي فن القيادة والإدارة وفن تأجيل الأزمات وتجاوز المحن والابتلاءات السياسة هي النفع العام هي الخدمة الاجتماعية العامة السياسة هي الحكمة في كل شيء والحكمة هي وضع الشيء موضعه المناسب له والله سبحانه وتعالى وصف الحكما بأنهم على خير يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فالسياسة إذن بهذه الإطلاقات سواء في عالم المسلمين وفي تاريخهم العلمي فيما يعرف بالسياسة الشرعية والأحكام السلطانية أو الفقه السياسي الإسلامي وهي كذلك عند الفلاسفة والمفكرين وعند العلماء السياسيين هي تطلق على المصلحة وتطلق على الممكن وتطلق على الشأن العام وعلى المصالح العامة وبتأمل في بعض الكتب التراثية أن السياسة عرفت بتعريفات كثيرة بحسب الاعتبار والسياق كما قلت لكم فقد عرفت بحسب بعض المجالات عرفت السياسة بمجال العدل وعرفت بمجال الحكم الأمر والنهي وعرفت بمجال المصلحة وعرفت كذلك بمجال الشأن العام وعرفت بمجال شأن المواطنين وشأن الشعب فقد عرفت بهذه كلها بهذه الأمور كلها عرفت بالعدل وهذا التعريف هو معروف ومنسوب إلى ابن القيم في القرن الثامن ابن القيم الجوزية الذي عرف السياسة بأنها العدل وأحسب أن التعريف بالعدل إنما هو تعريف لمفهوم السياسة بعمقها ومدلولها الواسع المتجدد فالعدل يقصد به الاعتدال والاعتدال هو التوازن والتوازن بين أمور كثيرة التوازن بين الحاجيات القائمة والإمكانيات المتاحة بين إرادة الشعب وبين قرار السلطة وسياسة الحاكم هذا التوازن كذلك بين الداخل والخارج بين المرجعية الإسلامية في أصالتها ومقاصدها وقيمها وبين مرجعيات أخرى هي موضع اعتبار سياسي كالمرجعية الدستورية والمرجعية الدولية فلفظ العدل الذي أطلقه ابن القيم على السياسة لفظ يستوفي أو يستغرق مفهوم السياسة المفهوم الواسع العام إذا أحسن معاملة أو إذا أحسن إحكام هذا المصطلح وهذا التعريف بلفظ العدل